السلام عليكم يا أصدقائي اليوم سأقرأ لكم دعاء اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك فيما يرضيك وأعوذ بك فيه مما يؤذيك بأن أطيعك ولا أعصيك يا عالما بما في صدور العالمين تقبل الله أعمالنا وأعمالكم لا تنسوا صاحب الزمان من دعائكم في أمان الله